استعدادات على أعلى مستوى الحقيقة بداية من مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة المباراة عشان نشوف مباراة كبيرة ورائعة بحضور جمهور كبير جمهور النادي الأهلي العظيم اللي حيروح إن شاء الله يوم مباراة يوم 1 إبريل الساعة 9 مساء لن يفعل شيء إلا شيء واحد فقط وهو تشجيع فريقه تشجيع فريقه بس وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه وده اللي احنا دايما بنتعلمه الحقيقة من جمهور النادي الأهلي كلنا عايزين نكسب كلنا عايزين نلعب على المكسب بإذن الله إن شاء الله ربنا يكرمنا يوم 1 إبريل ونستطيع أن نتأهل في وسط استاد القاهرة وفي وسط خمسين ألف متفرج جمهور النادي الأهلي عنده فرصة كبيرة جدا جدا يعمل ملحمة تشجيعية لدعم الفريق وكالعادة الحقيقة يعني الناس عملة تقول لي إيه اللي حيحصل يوم 1 إبريل اللي حيحصل يوم 1 إبريل إن شاء الله جمهور النادي الأهلي خمسين ألف متفرج هيبقوا متواجدين في الاستاد هشجعوا فريقهم هشجعوا فريقهم فقط ليس لنا علاقة بأي حاجة أخر طبعا يا كبت هو أنا رايح أشجع فريقي فريق النادي الأهلي علشان أنا عايز فريق النادي الأهلي يتأهل المباراة أو للدور اللي بعد كده عبد الرحمن وده حيكون إن شاء الله من خلال المكسب ومن خلال تشجيع الجمهور الخمسين ألف متفرج للأول مرة منذ فترة طويلة جدا 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 طبعا يا كبتش سانداونز اللي كان هنا برضو سيمي فاينال أو اللي هو 2019 آه ده كان العودة بعد المباراة اللي احنا خسرناها هناك ولكن النهاردة برضو بعد أربع تلات أربع سنين لأول مرة بنشوف جمهور النادي الأهلي خمسين ألف متفرج أو حنشوف جمهور النادي الأهلي إن شاء الله خمسين ألف متفرج يكونوا موجودين في استاد القاهرة كمان فأعتقد أن دي حاجة رائعة وحاجة جميلة